موسيقى خالص التحية لكل ناطق بالعربية من القاهرة الإخبارية ومباشرة ودون كثير كلام إلى حزمة الأخبار موسيقى 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 هناك ما يشبه القوانين التي تلزم كل من ينضم إلى جماعات عسكرية خاصة أو شركات عسكرية خاصة أن يقسم هذا القسم ما الجديد الذي جعل الرئيس بوتن يؤكد عليه الآن؟ في الواقع الجديد أن تمرد شركة فقدر العسكرية الخاصة في يونيو الماضي بيّن أن قسماً من مقاتليها يدينون بالولاء لقائدهم الذي يدفع لهم مالاً أو أفرجهم من السجون ولذلك دعمه في محاولة التمرد ضد السلطة المركزية ولم يظهروا ولاءاً للدولة الروسية فالآن أصبح هناك توجه نحو إغداع أي تشكيلات مسلحة نحو السيطرة الكاملة من الدولة هل تتوقع دكتور رامي أن يلبي مقاتل فاغنر هذا التأكيد على تنفيذ هذا القانون الروسي؟ هناك قسمان من مقاتلي فاغنر الكسم الأول قد قبل بالتعاقد مع وزارة الدفاع وأصبحوا فعلياً عسكريين يعملون تحت مزلة وزارة الدفاع أما الكسم الآخر والذي رفض فالك فقد غادر إما إلى القاعدة الجديدة لفاغنر في بيلاروسيا وإما إلى مهام في أفريقيا تعرف دكتور رامي أكثر ما أصابنا بالدهشة قبل شهرين حينما حاول بريجوجين الراحل حينما حاول قبل شهرين أن يجتاح موسكو أكثر ما فجأنا أن التصورات لدينا عن تغلغل الدولة الروسية في فاغنر وأن فاغنر هي ذراع من أذرع الدولة الروسية أن كل هذه التصورات لم تكن دقيقة كيف حدث ذلك؟ وبوتين كما تعرف رجل مخابرات مخضرم يعني بداية أثناء التمرد عناصر فاغنر لم يقترب من موسكو بل كانت المعركة الرئيسية إنجاز التعبير في رصطف على الدون حيث أحكم عناصر المجموعة السيطرة على عدد من المنشآت العسكرية لكن موسكو كانت هدفهم يا دكتور رامي كانت هدف ما اسمه بريغوفن بمسيرة العدالة ولكنهم لم يقتربوا منه بل لم يكتمل التمرد بمنتصفهم أما بخصوص سؤالك حول الدهشة بسبب عدم تحكم الدولة الروسية في شركة فاغنر بشكل كامل فهذا لم يدهش المتابعين خارج روسيا فحسب وإنما داخل روسيا أيضا ومن الواضح أن القيادة الروسية استخلصت درسا ما فاده أنه لا يجوز تسليم الأسلحة الساقينة للقطاع الخاص بين مزدوجين وأنه حمل للسلاح أو استخدام العنف يجب أن يكون ضمن المؤسسات الحكومية صحيح أن هناك منافسة بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع القطاعات مثل قطاع المصارف والتجارة والشركات ولكن قطاع الدفاع والأمن له حساسية خاصة ويجب أن يكون إما حكوميا أو يخضع للركابة الكاملة من الحكومة وهذا الدرس بالمناسبة لم تستخلصه روسيا وحدها وإنما الولايات المتحدة أيضا وإذا مثلا تبعنا تاريخ شركة بلاك ووتر العسكرية التي اشتهرت في العراق واسمها الحالي أكاديمي فهي لم تعد تتمتع بنفس الاستقلالية التي كانت تتمتع بها في السابق بل تم إخداؤها للأجهزة الخاصة الأمريكية دكتور رامي الأوكران يقولون أنه مخترق أصعب خطوط الدفاع الروسية سؤالي هو بعد شهرين أو أكثر قليلا من الهجوم الأوكراني المضاد الذي يوصف حتى في الغرب بأنه فاشل هل حقق الأوكران اختراقا أم أن هذا شكل من أشكال البروباجاندا لتسويغ استمرار تدفق الدعم الغربي على كياذ لا شك أن هذه الإعلان لا يخلو من الدعاية ولكن حتى إذا كان هناك تقدم هذا تقدم تكتيكي وليس استراتيجيا والقوات الأوكرانية لم تستطع حتى الآن حتى الاقتراب من المدن الهمة مثل بيرجانسك أو مريوبل أو ميليتوبل بل يتم يحدث تقدم أقرب إلى معارك كر وفر متحدث عسكري روسي قال أن أحلام العصافير التي يعبر عنها القادة العسكريون الأوكران أحيانا باجتياح القرم واستعادتها بين قوسين إن حدثت فستمثل نهاية أوكرانيا لأننا سنمح أوكرانيا من الخريطة عن أي ممحات يتحدث هذا القائد العسكري الروسي ممحة نووية يا دكتور في الواقع لم يتم الإشارة إلى السلاح النووي بشكل صريح كما ذكرته ولكن حتى إذا حدث فلك هذا ورد نظريا لأن كرم هي من الخطوط الحمر بالنسبة إلى روسيا حيث أنها غنيمة الولاية الثالثة للرئيس لديمير بوتين لأنه بعد عودته إلى كريملين في عام 2012 واجه تراجعا كبيرا لشعبيته وشهدت روسيا مجموعة من الاحتجاجات ولكن بعد ضم الكرم في عام 2014 كفزت شعبي بوتين إلى أكثر من 80% فبالتالي أي مساز بالكرم سيشكل بالنسبة إليه نهاية سياسية وهذا يعني أنه صحيح روسيا قد تغد الطرف عن الهجمات حتى في المناطق الحدودية مثل بلغوران وحتى هجمات بالمستيرات في موسكو لكن أن يتم تسليم الكرم لأوكرانيا هذا خط أحمر وهذا من المؤكد أن روسيا ستلقى لكافة الوسائل المتوفرة للدفاع عنها ولكنني لا أستطيع الجزم إذا كان المقصود السلاح النووي أم لا كيف هو حال شعبية الرئيس بوتين الآن يا دكتور رامي لا أسألك عن قياسات الرأي أسألك عن إحساسك أنت بعد سقوط طائرة بريجوجين ورفاق بريجوجين هل يشعر الروسي العادي بأن بوتين الآن ثأر لكرامته؟ هناك جانبان للموضوع بداية الشعب الروسي ليس مسيسا ولا يتابع الأخبار كثيرا وفعليا منظومة السلطة في روسيا قائمة على نوع من العقد الإجتماعي الذي تضمن السلطة بمجابه قدرا من الأماء والرخاء للمواطنين مقابل عدم المشاركة في الحياة السياسية وإذا تبعنا نتائج استطلاعات الرأي بشأن شعبي بوتين على مدى عام مضى فالحادث الوحيد الذي أثر سلبا على شعبيته هو إعلان التعبئة الجزئية في سبتمبر الماضي بينما الحوادث مثل الانسخاب من خركيف أو خرصون أو إغراق تراد مصفا لم تؤثر أما الجانب الثاني من الموضوع فهو يتعلق بأن روسيا تعيش وضعا سياسيا داخليا فريدا من نوعه لأن في أي دولة في العالم المعارضة تشكل خطرا على السلطة لكن في روسيا أنصار السلطة هم الذين أصبحوا الآن الفئة الأكثر غضبا من عجز روسيا عن حسم الوضع في أوكرانيا بطء التقدم فالآن عندما أتحدث مع الروس في أغلب الأحيان أسمع الانتقادات للسلطة من أنصارها وليس من معارضيها وكأنك تقول إن فهمتك فهما صحيحا يا دكتور رامي أن السلطة متهمة بأنها أكثر مرونة مما يريده المعارضون يعني المعارضون أكثر تشددا يريدون قبضة حديدية في أوكرانيا على الأقل لا هذا ما يريده أنصار السلطة الذين يريدون حسما سريعا وبسطة السيطرة على مزيد من الأراضي وتغيير الحكومة في كيف وما إلى ذلك أما المعارضون هم يريدون إنهاءنا للحرب وتواصل النوع من اتفاق السلام ولكن هؤلاء الأقلية لا يشكلون خطرا على السلطة ولكن الأنصار السلطة أو الأغلبية التي تدعم السلطة بشرط التقدم في أوكرانيا هي التي أصبح صوتها مسموعا أكثر من المعارضة أحسنت بالتصحيح يا دكتور أشكرك شكرا جزيلا الدكتور رامي القليوبي الأكاديمي والمحلل السياسي مشاهدي الكرام أمر المجلس الانتقالي في النيجر القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى وهذا يأتي ضمن التوترات التي تشهدها البلاد وذلك بحسب وثيقة داخلية تم تدولها على نطاق واسع وقال رئيس الأركان العامة إن القرار اتخذ على خلفية التهديدات الملموسة بشكل متزايد بالعدوان على النيجر يأتي هذا بينما خرجت اليوم تظاهرات في العاصمة نيامي لدعم المجلس العسكري وللمطالبة بخروج القوات الفرنسية من النيجر الآن ينضم إلينا من يامي حيب الله الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بك سيد الكريم نسعد بانضمامك إلينا أنا لا أعرف من بعيد يبدو أن هذه التظاهرات الشعبية يبدو أنها عفوية وأن الدعم الشعبية للجنرالات الذين قاموا بالإطاحة بالرئيس بازوم الرئيس السابق يعني المعزول أن الدعم الشعبي لهؤلاء يتزايد صحح لنا هذه الصورة أرجوك سيد حيب الله أولا كلاما صحيح هناك تزايد كبير حقيقة في الشعبية التي يحصل عليها المجلس الوطني لحماية الوطن كما يطلق على نفسه منذ بداية هذا الانقلاب في 26 من الشهر الفايت هذه التظاهرات مستمرة وليس في العاصمة نيامي في كل المحافظات الأخرى هناك ثمانية محافظات نيجر كلها تخرج يوميا مظاهرات حاشدة كبيرة تصف بالألاف أو تقدر بالألاف داعمة للمجلس الوطني يؤسفنا والله سيد حيب الله أنها تشوبها بعض الأعمال العنيفة في البداية لم تكن عنيفة لكن الآن نرى صورا لحرق وتدمير إلى آخره في هذه الآونة ليس هناك أي حرق للمحلات التجارية وغيرها هناك فقط تظاهرات سلمية حاشدة داعمة للمجلس الوطني تابعناها اليوم في الملعب الكبير حيث توافت عدد كبير من المواطنين داعينين لمجلس العسكري واليوم يعتبر هو اليوم الثلاثين على هذا الانقلاب وبالتالي التظاهرة مستمرة والمجلس العسكري في بعض أعضائه شاركوا في المظاهرة هناك بعض أعضاء المهمين من المجلس العسكري شاركوا في هذه المظاهرة في الوقفة إنصح التعبير الداعمة للمجلس الوطني لحماية الوطن أخذ واحد منهم الكلمة باللغة الزرمة باللغة المحلية في طبيعة الحال تحدث على ضرورة أن يذهب سفير فرنسا إنصح التعبير بمغادرة البلاد لأنه تم إطار به إنصح التعبير وبالتالي لا يمكن أن يبقى كثيرا في دولة النيجر وعليه مغادرة البلاد فورا سيد الكريم الخارجية الفرنسية ردت على الطلب الرسمي النيجري بمغادرة سفير فرنسا الأراضي النيجرية في مدى زمني أقصى 48 ساعة بأن هذه سلطة غير شرعية وليس من حقها أن تطرد أي أحد من النيجر وخصوصا سفير معتمد يبدو هذا مثيرا للدهشة لأنه من الذي سيضمن سلامة السفير إن كان مطرودا من قبل السلطة الفعلية في نيامي هذا الذي تحدث عنه أن أحد عضاء الكبار في المجلس الوطني لحماية الوطن أمام آلاف من المتظاهرين في منعب الكبير قال عليه أن يغادر نيامي أراضي النيجر بأقرب وقت ممكن وغير مقبول وغير مسموح بهذا التعنت من قبل دولة فرنسا حتى تحدث على أنه لماذا يقرب سفير ويبقى في أنيامي إذن هم لن يتحملوا مسؤوليته لأن هذا التعنت ليس منهم لكن من دولة فرنسا لماذا غادر مالي؟ لماذا غادر بوركينافاسو؟ هذه الأسئلة مطروحة يقولون أنه أيضا القوات الفرنسية في النيجر لم يعد مرحبا بها ما عدد هذه القوات؟ ما مستوى تسليحها؟ هل هي في حالة اندماج مع القوات الرسمية؟ قوات الجيش النيجري تقوم بتدريبه مثلا أو شيء من هذا القبيل؟ هذه القوات مهمتها تدريب القوات النيجرية وبالتالي دعمهم في محاربة لوجستيا في محاربة الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تشون هجمات متتالية على جعب النيجر منذ بدء الانقلاب تغيرت اللهجة تغير الوضع وبالتالي طالبوا من هذه القوات إلى مغادرة البلاد فورا وبالتالي حتى تابعنا يوم أمس والأيام الماضية مظاهرات شعبية أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي أو القاعدة المختلطة بين جيش فرنسا وجيش النيجر يطالبون هذه القوات بمغادرة بلادهم فورا وقدموا لها مهلة إثنان من الشهر القادم لطرق النيجر بشكل نهائي هل لديك أي تقديرات بشأن عدد هذه القوات ومستوى تسليحها سيد حيب الله ليس لدينا عدد هذه القوات لكن يقال أن هناك قوة كبيرة أو هناك عدد الأفراد من الجيش الفرنسي المتواجد النيجر يقدر بالمئات لا نستطيع هنا أن نحدد كم عددهم لكن بالمئات ممكن يقارب الألف أو أكثر الأمر الذي صدر للجيش النيجري بالبقاء في حالة تأهب قصوى هل هو إشارة إلى ورود معلومات للقيادة بأن رجوم الإكواس صار وشيكا؟ هذه الاستعدالات منذ يوم الأول من إعلان إكواس بأنها في حال لم يتراجع المجلس العسكري لحماية الوطن كما يضبق على نفسه في هذا القرار وتسليم السلطة للرئيس المعزول أنها ستتدخل عسكريا ويعني إعادة الحكم بالدستور منذ ذلك الوقت والمجلس العسكري مستعد بطبيعة الحال هناك لا نقلت أهو قصوى لكن هناك استعداد بطبيعة الحال وذكرها عدة مرات أنه مستعد بالتفاع عن الوطن بأي شكل من الأشكال هناك مهمة أخرى أو هناك عاجل آخر إن تفضلت أرجوك سيد الكريم نعم هناك مصادر غير مؤكدة تقول بأن غير مؤكدة في طبيعة الحال تقول أن الرئيس محمد بازوم سيستقيل أو يريد أن يستقيل لتجنيب البلاد من هكذا يعني استفكي البماء لكن هذه المعلومات كلها تبقى غير مؤكدة وننتظر الساعات المقبلة ماذا ستقول إليه الأمور بصدد هذه المعلومة الغير المؤكدة إلى حد الساعة لكنني أشكرك على تقاسمها معنا والله سيد حيب الله في كل الأحوال وإن كنت أود أن أسألك ما هو مدى يعني موثوقية هذه المصادر هل هي شائعات متداولة أم مصادر إخبارية أم صادرة عن السلطة في نيامي مثلا لا هذه المعلومات حسب بعض وصائل الإعلام ذكرت أنها لديها مخابر لكن لم تؤكد الخبر كانت حسب مصادرنا كذا وكذا وبالتالي أن الرئيس يريد أن يستقيل أو سيستقيل المهم يبقى سؤال قائما لنجد أجوب عليه في الساعات القادمة أو لنجد نفي في هذا الموضوع هل إن حدث ذلك سيد حيب الله هل تتغير المعادلة في تصورك إذا حصل ذلك بطبيعة الحال المعادلة ستكون يعني المشهد سيتغير نوعا ما إلى الحد يعني إن صح التعبير إلى الابنماسية وبالتالي الأمور ستتخفف قليلا وبالتالي لن أعتقد أنه سيصير هناك تدخل عسكري مثل ما حصل في مالي بطبيعة الحال استقال من منصبه وانتهى الأمر وعادت الأمور إلى نصابها وطبيعتها لكنك تعرف سيد الكريم أنه التحفظ الأول الذي سيصدر سواء من فرنسا أو من الإيكواس أنه هذا تم تحت الضغط أتحدث إذا ما صحت هذه الأخبار أخبار استقالة الرئيس المعزول بازون حسب معلوماتنا نفى بعض المقربين من الرئيس المعزول حسب المعلومات نفى هذه المعلومة لكن فقا قائمة طيب سيد الكريم والله كنت أود أن أسألك لماذا كل الدول الإفريقية في هذه المنطقة التي كانت مستعمرات سابقة لفرنسا تشعر بهذه الضغينة تجاه باريس ما الذي فعلته فرنسا في هذا الإقليم بحيث تشكل ناد من كارهيها سيد حيب الله حسب 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 الشعب أو شعوب هذه القارة الأفريقية وهذه الدول الأفريقية أن فرنسا نفذت تساد كبير في المنطقة وبالتالي نهدت ممتلكات البلاد وكان لها دور بارز في هكذا عمليات إرهابية التي تضرب هنا وهناك المنطقة منطقة الساحل الأفريقي أو منطقة أفريقية وبالتالي مثل ما حدثت في المالي وبالتنافاس الشعوب بدأت تستيقظ إن صح التعبير وتطالب بحريتها التامة وابتعاد قرنسا أو خروج عن المشهد وترك هذه الدول تكون لوحدها وبالتالي الابتعاد عن التدخلات في شؤون داخلية لهذه البلدان الأفريقية هذا أمر يستحق التأمل دون شك سيد الكريم ما هو موقف القوى السياسية في نيامي على اختلافها من العرض الذي قدم لها من قبل قادة البلاد الآن أتحدث عن الأمر الواقع وهو عرض يتعلق بفترة انتقالية وتشكيل حكومة انتقالية ثم إجراء انتخابات بعد انتهاء تلك الفترة إلى آخره حقيقة لم نشاهد ولم نتابع أي رد فعل من قبل جمعيات جمعيات السياسية بخصوص هذا البيان أو هذا القرار وبتالي منذ بدء هذا الانقلاب ليس هناك بيان مستمر من قبل كما اعتبنا عليه من قبل الأحزاب السياسية حول ما يحدث في النيجر هناك صموص سكوت انصح التعبير ويعني إلى حد الساعة لا نكاد نفهم الأحزاب السياسية حول ما يجري في النيجر لكن بطبيعة الحال في الأيام القليلة المقبلة ممكن يكون هناك مؤتمرات صحفية لهذه الأحزاب السياسية وممكن تعبر عن ما تراه مناسبا للمرحلة القادمة سيد الكريم أشكرك شكرا جزيلا من يامي شرفنا حيب الله الكاتب والمحلل السياسي أعلن مدير المتحف البريطاني هارتفيج فيشر استقالته من منصبه وسط تحقيقات بشأن سرقة واختفاء مئات القطع الأثرية النادرة التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد وفي بيان لمدير المتحف فيشر أفاد بأن المؤسسة لم تستجب استجابة شاملة حينما تم تحذيرها من السرقات في عام 2021 وقد استقال في النهاية من مركزه لأنه اعتبر نفسه السبب في الإخفاق الذي حدث يشرفنا الآن من القاهرة الدكتور بسام الشماع الخبير الأثري والباحث بعلم المصريات نسعد كثيرا يا دكتور بسام بانضمامك إلينا أتعرف ما الذي دار بذهني حينما تفجرت فضيحة السرقات من المتحف البريطاني إنه لو أن هذا حدث في دولة عربية لا أغرقونا بالكلام عن إنه نحن لسنا أهلا للحفاظ على آثارنا يعني وكأنه سرقت هذه الآثار أمر مشروع للحفاظ عليها في متاحفهم يا دكتور بسام مزيج من اتنين من الأحاسيس المضادة إحساس بالألم والحزن لعدم استماع العالم وبعض المصريين القلة عندما كنا نقول إن تلك الأماكن غير آمنة نعم غير آمنة لا مضحف برلين في ألمانيا آمن لما حدث منذ سنوات عندما دخلت مجموعة وقلقت بزيد ملون على الآثار المصرية ولا نعلم ماذا حدث لهم وهل تم القبض عليهم أم لا وكيف دخلوا إلى متحف برلين على بعض الخطوات من رأس نفرد إيدي الشهيرة نفس الشيء عندما تم القبض العام الماضي على رئيس قسم الآثار المصرية في متحف اللوفرة واتهام مدير متحف اللوفرة اتهام رسمي في كل مواقع العالم الإخبارية على إنه باع آثار مصرية ثم تأتي هذه الحادثة وهذا الحادث الجلل أقول الجلل لماذا المتحف البريطاني واحد من أقوى وأكثر مجموعة آثار في مبنى واحد من ثلاثة متاحف في العالم يعني لدينا المتحف البريطاني لدينا متحف اللوفر لدينا متحف المتربولة الميوزيوم في نيويورك أظن دكتور بسام أن هذا الترتيب سيتغير بعد افتتاح المتحف المصرية الكبير تماما تماما ولذلك نحن في انتظار هذا الافتتاح بكل سعادة وفخر نتكلم عن سبعة مليون قطعة موجودة في المتحف البريطاني ونتكلم عن إعلان رسمي ببيان رسمي من دكتور فيشر دكتور فيشر هو مدير المتحف البريطاني المستقيل في خبر هز أرجاء المعمورة اليوم وكل الأوقات على أكبر مواقع العالم نعم فيشر قد استقال أقول أنه قد أقيل وليس استقال لأنه تم رصد وتم الاعتراف رسميا من المتحف البريطاني وأجهزة المؤسسة التي تعتبر من أكبر مؤسسات الآثار في العالم اعترف بتلث وصرقة ألفين قطعة وعرض بعضها على موقع إي باي العالمي وهذه طبعا كارثة وقطعة رومانية بيعت أو عرضت فيما ذلك عفوا دكتور بسام كرر الرقم مرة ثانية أرجوك ألفين قطعة تم الاعتراف بهم تم سرقتهم على مراحل من المتحف البريطاني يا دكتور لو أن هذه الآثار معروضة في محطة المترو تحت المتحف لما سرقت بهذه الطريقة بالضبط أشكرك ويجب أن نضع خمسمائة خط من الجرانيت الأحمر الوردي تحت كلمة على مراحل يعني هذه الألفين قطعة التي تلفت وسرقت وعرضت في البيع على النت حدثت على مدار سنوات لقد قال دكتور جارلد إلى دكتور فيشر واقترح عليه أن يفتح يفتح التحقيق ولكن فيشر اعترف في بيان رسمي على الموقع البريطاني الشهير الإعلامي أشهر موقع عندهم بأنه لم يعير هذا الاقتراح وهذا التحذير وأنا آسف قال هذا تأسف قال أنا آسف أن أنا ما خدتش التحذير دوت من الدكتور اللي حذرني وبالتالي أنا أستقيل وأنا آسف عفوا دكتور بسام مرة أخرى والله لأنني مذهول يعني الناس دول ما عندهمش جرد يعني ما فيش أعمال الجرد أصلها في المخازن المتحفية وفي المتاحف تحدث تحدث باستمرار مفروض يا دكتور بسام يا فندم إذا كان لدينا مئة ألف قطعة مصرية في المتحف البريطاني حسب إحصائية المتحف البريطاني الرسمية في الموقع الرسمي للمتحف البريطاني لدينا كان يا فندم مئة ألف قطعة مصرية اللي هي غير معروضة كلها نعم هي غير معروضة كلها طيب سؤال اللي حضرتك قلت ده بقى أضيفها لي حتة بسيطة عندك بتتكلم بتقول الجرد ولذلك أنا بأطالة كمواطن مصري المضحف البريطاني بعرض الألفين قطعة دول إيه يعني يقول لنا الألفين قطعة دول إيه هل يتضمنوا آثار مصرية ده سؤال مني للمضحف البريطاني أنت ما أعلنتش الألفين قطعة أنت قلت ألفين قطعة سرعوا وفي منهم تلفوا إيه نمرة أثنين نمرة أثنين الأماكن اللي بيخزن فيها ملايين القطع هل تم جردها زي ما حضرك بتقول هل هي في أمان المضحف البريطاني منصمة غير آمنة أمنيا وبالتالي فأطالب بعودة لوحة رشيد الحجرية حجر رشيد اللي متمسك بيها المضحف البريطاني أشكرك الله يا دكتور بسام أنك يعني أرشدتنا إلى النطق السليم التسمية السليمة لهذه القطعة التي تكاد تكون من أهم القطع الأثرية في العالم لوحة رشيد الحجرية نعم أشكرك كأطالب بعودتها لإني أنا شاعر أنها في مكان غير آمن والكلمة التي كانت يعني يضحك بها ويضخر بها علماء المضحف البريطاني للعالم عندما كانوا يقولوا نحن ندخل الناس مجانا أقول أخيراً سؤال مجموعة من الناس بتشتغل في المضحف البريطاني قاموا بسرقة وتلف وإتلاف ألفين قطعة آثار وبيعها أو بيع بعضها على الإنترنت سؤال أنا بقى ما فيش باب مكسور ما فيش إفل منصهر ما فيش أجهزة ليزر وأجهزة بصمات كما نرى في الأفلام ده ما فيش متحف يا دكتور كده بقى بالضبط كده أما هو المتحف عبارة عنه يا فندم يعني أنت بلايه بتحط المعثار بتاعتك في المتحف أنت بتحط أثارك في المتحف عشان تحميها نعم طيب أنت عندك مجموعة بقى جوة مجموعة من اللصوص بيعملوا نعم على كلامي على ما اسئوليتي بسامي الشامعة 40 سنة قرأة في التاريخ وقد زورت المتحف البريطاني أكثر من مرة وألقيت فيه محاطرة أمام لوحة رشيد الحجرية وطلبت بعوضتها يبقى إذن نقول واحد المخازن أخبارها إيه اتنين العصابة والمافيا البريطانية الموجودة داخل المتحف هي المسؤولة عن طريقة وإطلاف هذه الألفين قطعة لأن لا يوجد أي أثر أو أي خبر عن أي باب تم كسره أو أي قفل تم كسره أو أي عملية فورسين أو أي عملية دخول غير شرعية فضلا عن ذلك يا دكتور بسام حضرتك طالبت بالإفصاح عن هذه القطع عن أوصافها وأرقامها لأن هذه القطع مرقمة دوليا يا دكتور بسام أشكرك التسجيل برافو عليك يا فن العفو عليك لأنك عالم أثاري أيها التسجيل العفو يا فن تلميذ صغير هو الأثر اللي يرجع هو الأثر المسجل هو يتمنى يقول لك كده يقول لك أنت مسجله عندك يقول له لا ما سجلتهوش يقول له خلاص ما رجعه لك طيب أديك تسرقت وسرقت والسرقة من جواك لماذا أنا أشعر بعد الوقتي بالأمان تجاهك الحاجة الوحيدة لأنك تنخلي الأثار دي بتاعتها معاك راحت منك راحت من برلين راحت من اللوف وراحت وذهبت أدراج الرياح من ملاحظتي الأخيرة يا دكتور بسام أنه أحيانا نقرأ الاستعانة بالخبرة البريطانية في إدارة المتاحف مثلا في متحف كذا في العراق أو الخبرة البريطانية في متحف كذا في المغرب أو مصر أو مش عارف إيه ده اتضح إن إحنا المفروض نبعت لهم خبراء يا دكتور على الأقل في مجال الأمن المتحفي أشكرك أتسأل سؤال بسيط في 30 ثانية في الآخر التعليقية أين كانت أجهزة الأمن وأجهزة الإدفاع في حريق كميسة نوتر دام بفاريس في فرنسا منذ سنوات قليلة عندما تم احكرافها بالكامل وسقوط قرج الكنيسة الأثري الأشهر ما فيش طيارة هالكتور تلعد فوق ترمي جرد المية واحد اثنين ماذا حدث؟ ليه؟ عشرين مليون قطعة من الآثار والديناصورات والحفريات فيه متحف ريو دي جينيرو أكبر متحف في البرازيل وفي أمريكا اللاتينية وسبعمائة قطعة مصرية داخل احترقت كلها العشرين مليون قطعة احترقت عن باكرة أبيها ما فيش طيارة هالكتور تلعد رشد جرد المية البريطانيين بيسرقوا أثارنا من جوه المتحف وهم يعملون في ذلك المتحف سؤالي فيشر المستقيل أو المقال مدير المتحف البريطاني هل سوف يحاسب؟ هل سوف يدخل السجن؟ هكذا نفس الشيء مع برلين ونفس الشيء مع قرنطا الأثار المصرية مكانها الأراضي المصرية دكتور بسام كل ما تفضلت به مهم لكنني أؤكد وأضع خطوطا تحت تسمية لوحة رشيد الحجرية ليست حجرا كما أراد البريطانيون إقناعنا وإلا تبقى أهم حجر في العالم الحقيقة أشكرك شكرا جزيلا سعادة الدكتور بسام الشماع الخبير الأثري والباحث بعلم المصريات المحيط الهادي يفقد هدوءه تدريجيا كان هذا الهدوء قد استتبى منذ نهاية العمليات في الحرب العالمية الثانية يبدو أن هناك قوى تريد أن تزيح هذا الهدوء جانبا وأن تعيد تسمية المحيط ليصبح المحيط المضطرب أصبحت التدريبات العسكرية الصينية حول جزيرة تايوان روتينا شبه يومي وذلك على وقع تطويق المقاتلات والسفن الحربية الصينية الجزيرة جراء تحركاتها باتجاه الولايات المتحدة سواء بزيارات متبادلة رفيعة المستوى وصفقات تسليح تبرمها إدارة الجزيرة مع الجانب الأمريكي والتي كان من بين آخرها صفقة عسكرية بقيمة نصف مليار دولار لتحديث مقاتلات F-16 لكن التطورات الأخيرة حول تايوان لا تبرهن على كون تايوان ساحة المواجهة الوحيدة بين الصين وأمريكا ظهرت على السطح منطقة بحر الصين الجنوبية التي تمر عبرها حوالي 65% من إجمالية تجارة الصين هذه المنطقة تشهد الآن تحشيدا عسكريا كبيرا من 6 دول ضد الصين ليجسد نموذجا لصراع الأفيال والحيتان في أعالي البحار فما الذي يجري في بحر الصين الجنوبي وما هي أهميته العسكرية الاستراتيجية وأهميته المحورية للتجارة العالمية يعد بحر الصين الجنوبي من أهم بحار منطقة الاندو باسيفك فعبر هذا البحر تمر 21% من التجارة العالمية سنويا بما تصل قيمته إلى ثلاثة تريليونات ونصف تريليون دولار من البضائع وتشكل الجغرافيا السياسية المحيطة ببحر الصين الجنوبي بؤرة صراع عالمية حيث تتنازع سبع دول عليه مطالبة بحقوق ترسيم بحري تتعارض بشكل أساسي مع الصين التي تطالب بالسيادة الكاملة عليه ومؤخرا بدى لافتا أن هناك تكتلا غربيا يظهر بقوة بحرية كبيرة في مناطق بحر الصين الجنوبي في محاولة أمريكية لمواجهة الحضور العسكري الصيني المتزايد هناك من خلال تشكيلات أساطيل الصيد والمدمرات البحرية والجزر الصناعية التي دشنتها الصين وتعمل كمطارات وقواعد لوجستية ومنصات دفاعية التكتل الغربي يضم ست دول هي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والفلبين واليابان وأستراليا وإندونيسيا فبالأمس أجرت كل من الفلبين وأستراليا تدريبات عسكرية بمنطقة في بحر الصين الجنوبي تبعد عن نقاط سيطرة الصين بنحو مائتين وأربعين كيلو مترا بمشاركة ألفي جندي وتمت محاكاة عمليات الإنزال البرمائي والهجوم الجوي في وقت تبحث فيه كامبرا وبكين إجراء محادثات ثنائية حيث قالت أستراليا إن لديها مصالح في بحر الصين الجنوبي وإنه يمكن تهديدها من خلال هذا البحر قبل أن يطأ الخصم شواطئها ومن جهة أخرى أجرت أمس الأول كل من الولايات المتحدة واليابان والفلبين وأستراليا تدريبات عسكرية حيث أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن التدريبات جاءت بعدما أطلقت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني مدافع المياه على قارب عسكري فلبيني بالقرب من منطقة سكن توماس شول التي تسيطر عليها الفلبين فكيف تواجه بكين التكتل المناوئة لها في بحر الصين الجنوبي لا تقلقنا مدافع المياه يقلقنا استخدام المدافع من النوع الآخر ينضم إلينا الآن من واشنطن سيد كالفين دارك الخبير الاستراتيجي ومن دبي السيد إلهام لي المحلل السياسي الصيني وأبدأ من واشنطن سيد الكريم هذه المنطقة هي منطقة هادئة نسبيا لماذا بدأت تسخن الآن؟ لمصلحة من تسخينها ودفعها إلى حفة كانت بعيدة عنها منذ نهاية العمليات في الحرب العالمية الثانية؟ أحد الأسباب الرئيسية كما نعلم أن تايوان والانتخابات قريبة في شهر يناير من العام القادم والصين استمرت في تصعيد الموقف وتهديداتها وكافة التدعيات على تايوان واستجابة لذلك كان أن الولايات المتحدة قامت بدعم تايوان وتدعم الديمقراطية في تايوان وذلك باستخدام كافة الأدوات الدبلوماسية مع تايوان لإرسال رسالة إلى الصين أن تايوان لن تكون وحدها إذا ما استمرت الصين في تهديداتها ضد الديمقراطية التايوانية وأيضا هناك رسالة أخرى وإضافية في المعركة الاقتصادية بين الصين وأمريكا أن هذا الأمر الولايات المتحدة يمكن أن تستخدمه كأدا والصين على دراية تامة بذلك ولهذا نرى مزيدا من التوترات في المنطقة يبدو هذا غريبا جدا هذا التصعيد الأمريكي مع الصين أنا أظن أن هاتفك المحمول سيد دارك مصنوع في الصين أليس كذلك؟ نعم هذا صحيح وأحد الأدوات نحن على دراية تامة في الولايات المتحدة وقد رأينا ذلك بعد جائحة كورونا أن سلاسل الإمداد لأشباه المواصلات أصبحت تعاني من بعض المشكلات وأحد الهداف لإدارة بايدن كانت هو تنويع مصادر كيف نحصل على هذه المواد وكيف يمكن استدامة تصنيع الآيفون على سبيل المثال ونرى أن هذا الأمر يمكن تعاون في هذا المجال مع تايوان وكوريا الجانوبية لتدريجيا الحد من اعتمادنا على الصين وهذا يطرح كيف أن الولايات المتحدة تضع أهمية كبيرة على هذا الأمر هي ترغب في تغيير وتنوع كافة المصادر لتعزيز العلاقات سواء مع الصين أو غيرها أذهب الآن إلى دبي حيث السيد إلهام لي سيد لي كنا في فترة من الفترات ونحن نراقب من بعيد هذا السجال بين واشنطن وبكين كنا نظن أن السخونة ستصل ذروتها أيام دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الذي رفع شعار فلنجعل أمريكا عظيمة مجدداً ولنتخلص من التعهيد إلى الصين يبدو أن الرئيس جو بايدن أكثر خشونة حتى من ترامب تجاه الصين ما رأيك؟ نعم حضرتك على الحق وشكراً جزيلاً لتعوتكم في الحقيقة عندما نتكلم عن استخدام الولايات المتحدة قضية تايوان كأدات لإزعاج الصين أو نقول لتطوير الصين من التمية الاقتصادية وعيداً تطوير القوات العسكرية فهذا استخدام الآن يعتبر استراتيجية طويلة المدى لكل حسبين لكل حسبين في السياسة الأمريكية وبالإضافة إلى ذلك عندما نتكلم عن المواقف لرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن طبعاً هناك المزيد من الدعم وحتى الدعم العسكري والمزيد من الصفقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان ولكن أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جداً فمع الصفقة الجديدة من الولايات المتحدة إلى تايوان لتقديم الأسلحة المتقدمة لكن هناك التأجيل لكمية كبيرة من الأسلحة الأمريكية إلى تايوان وقيمة الإجمالية لهذه الأسلحة تبلغ إلى أكثر من 10 مليار دولار أمريكي وهذا يدل على أن الولايات المتحدة وخاصة الحكومة الأمريكية وشركات الأسلحة الأمريكية تستخدم تايوان اقتصادياً وسياسياً اقتصادياً يستخدم تايوان كمفطر للأموال وبدون المقابل حتى بدون تقديم الأسلحة المتقدمة أو تأجيل تقديم الأسلحة المتقدمة وفي نفس الشيء أداة السياسية وخاصة مع ربط حلفائه في منطقة المحيط الهادية وخاصة اليابان وكوريا الجنوبية وفلبين على العربات العسكرية الأمريكية وخاصة عندما نتكلم عن موقف اليابان وكوريا الجنوبية فكلاهما قد عبر عن الموقف الثابت إذا شاركت الأولايات المتحدة في العملية العسكرية لدعم تايوان فهتين دولتين ستشاركان في العملية العسكرية ولكن هناك أهداف اللي لا تمتعد للدفع مثلا يابان أو كوريا الجنوبية في الخط الأمامي وهذا سيتعرض لتعريض لرفض كامل محما كانت من الحكومة أو من شعب البلدين فالحقيقة أنا أحببت أن تكمل إجابتك سيد إلهام لي لكن لدي ملاحظة تتعلق بالتهكم الذي تفضلت به بشأن الحصول على أموال تايوان وعدم إمدادها بالسلاح أنت كصيني لابد أن تكون مسرورا لأن أمريكا لم تمدها بالسلاح أخذت المال ولم تمدها بالسلاح أليس كذلك؟ نعم طبعا لكن قبل ذلك هناك أكثر من خمسين مليار دولار أمريكي من الصفقات العسكرية وتم تقديم الأسلحة وبما فيها الطائرات المتقدمة وبالإضافة إلى ذلك نتكلم عن صواريخ الجديدة التي قدمت من الولايات المتحدة إلى تايوان وأعتقد أول شيء التقديم الأسلحة من الولايات المتحدة إلى تايوان يدل على موقف الولايات المتحدة للتحريض الوضع في مطلق تايوان ولكن عدم التقديم أو تأجيل التقديم يدل على موقف الحكومة الأمريكية لإستخدام تايوان كآدات وخاصة عندما نتكلم عن مثلا ما يسمى بتنويع مصادر الرقائق للشركات الأمريكية في الحقيقة هذا أيضا من الممكن أن نقول السياسة الجزرة والعصى هذا جزرة بالنسبة للشركات التايوانية للحصول على المصالح الاقتصادية وخاصة عندما نتكلم عن هناك شركة تايوانية لصناعة رقائق في الولايات المتحدة وكان هناك وعد لإنشاء المصنع في الولايات المتحدة وهناك كثير من السياسات التسهيلية في الولايات المتحدة لكن حتى الآن الحكومة الأمريكية لم تحقق أي سياسة من السياسات التسهيلية وكان هناك وعد لكن لم يحقق حتى الآن اسمح لي سيد لي وهناك تناقض في السياسات الدبلوماسية وسياسات العسكرية وأيضا سياسات الاقتصادية اسمح لي سيد لي أن أعود مجددا إلى واشنطن حيث السيد كالبين دارك سيد الكريم لماذا تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 60% من قواتها البحرية الضاربة في هذه المنطقة من العالم منطقة المحيط الهادي لأن أحد الحلفاء الأكثر أهمية موجودين في تلك المنطقة يابان وطايوان وكوريا الجنوبية وغيرهم هذه أحد الأسباب الأساسية وكذلك رأينا أن الصين تصبح أقرب وأقرب إلى روسيا في علاقاتها وهو أحد الأمور التي لا ترغب في رؤيتها الولايات المتحدة وكذلك فيما يتعلق بالتهديدات كوريا الشمالية الولايات المتحدة تحاول الحفاظ وحماية مصالحها في تلك المنطقة ولذلك لا بد من تعزيز التواجد العسكري بالقوة البحرية حيث أن الصين تزيد من تهديداتها واستفزازاتها في تلك المنطقة سيد الكريم ربما يشغلنا نحن في العالم العربي ونحن نتابع هذه السخونة المتصاعدة في المحيط الهادي السؤال التالي دعنا نفترض وهذا افتراض جدلي لا أكثر دعنا نفترض أن الصين قررت ضم تايوان وهي أرض صينية بحسب العالم كله تقريبا قررت ضم تايوان بالقوة هل ستتدخل القوات الأمريكية للدفاع عن تايوان هل ستغامر واشنطن ببدء مواجهة عسكرية مباشرة مع بكين بالطبع أعتقد أن الولايات المتحدة لن تكون صامتة في ذلك الموقف إذا ما قررت الصين التدخل في الديمقراطية التايوانية وأعتقد أن الولايات المتحدة تدعم تايوان إذا ما حدثت هذه التهديدات وكما نرى هناك دعم إلى تايوان حيث أن الصين تزيد من عملياتها التهديدية كل شيء محتمل وممكن ولكن سوف يكون هذا الملاذ الأخير للولايات المتحدة وهو التدخل العسكري ولكن الولايات المتحدة تدعى دموقراطية وتتخذ كافة الإجراءات سواء الاقتصادية أو العسكرية للحفاظ وضمان الديمقراطية التايوانية وبالتالي لألحد من أي تهديدات صينية ضد تايوان سؤال أخير للسيد إلهام لي في دبي سيد الكريم الصينيون قطعا يلاحظون أن هناك عمل دؤوب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الاعتماد على التعهيد صناعات التعهيد في الصين ما البديل؟ ما البديل الاقتصادي لضمان بقاء النمو الاقتصادي الصيني في معدلاته بعد هذا الانسحاب وخلال هذا الانسحاب الأمريكي التدريقي؟ نعم هذا موضوع مهم جدا بالنسبة للاقتصاد الصين أول شيء هناك ثلاثة عجلات للاقتصاد الصين أول شيء الاستهلاك الداخلي ثاني شيء تصدير والثالث شيء الاستثمار مهما كانت الجذب الاستثمار الخارجي إلى الصين أو الاستثمار الصيني في الخارج في الحقيقة عندما نتكلم عن انسحاب في الفترة الأخيرة لحظنا طبعا هناك الانسحاب من الاستثمارات أو الأموال الأمريكية من الصين ولكن في نفس الوقت لحظنا أن هناك التدفق للاستثمارات من الدول الأخرى إلى الصين وبالإضافة إلى ذلك لحظنا أن هناك شركات جديدة من أوروبا نحن كانت من ألمانيا وفرنسا إلى الصين أيضا ولن ننسى أن هناك كثير من الاستثمارات من قبل الدول الناشئة ومثلا الشرق الأوسط المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحتى جنوب أفريقيا إلى الصين وبالإضافة إلى ذلك الصين الآن تبدل جهودا جبارة في تشجيع على الاستخلاك في الداخل وأيضا الاستثمار الصيني إلى الخارج مهما كانت في منطقة الشرق الأوسط أو حتى في الولايات المتحدة وفي دول الأوروبية وبالإضافة إلى ذلك أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا ففي الحقيقة عندما نتكلم عن ما يسمى بحلفاء الولايات المتحدة مثل كوريا الجنوبية واليابان طبعا هم يعتبر الدولة الديمقراطية حسب مصطلح الولايات المتحدة ولكن عندما يتكلم ضيفنا من واشنطن بأن الولايات المتحدة تدعم ديمقراطية في دول العالم فنشوف ماذا حدث لدول الشرق الأوسط بسبب ما يسمى بالديمقراطية وفي نفس الشيء عندما نتكلم عن المقارنة بين كوريا الجنوبية ويابان مع تايوان ففي الحقيقة لم تعتبر أولايات المتحدة أو الحكومات السابقة أو حكومة الحالية تايوان كدولة حقيقية في الحقيقة سيد لي الولايات المتحدة الأمريكية رسميا تعترف بأن تايوان جزء من الصين يعني هذا أمر لا يخفى على أحد ولهذا يبدو الأمر شديد التعقيد سيد لي أنا آسف للمقاطعة الوقت انتهى للأسف الشديد أشكرك شكرا جزيلا السيد إلهام لي الكاتب والمحلل السياسي الصيني الذي شرفنا من دبي وافر الامتنان لضيفي الكريم من واشنطن السيد كالبين دارك الخبير الاستراتيجي مشاهدي الكرام الشكر الجزيل لكم بدوركم إلى اللقاء